رفع أسعار الفائدة للودائع والقروض أحدث تداعيات قرار حكومة إبراهيم محلب برفع أسعار الوقود وما تبعها من ارتفاع أسعار السلع قرار اللجأ إليه البنك المركزي في محاولة واضحة منه لكبح جماح التضخم بعد إجراءات رفع الدعم عن المنتجات البترولية البنك رفع أسعار الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة بواقع مئة نقطة أساس إلى 29 من مئة بالمئة والفائدة على القروض لأجل ليلة واحدة إلى 10 و25 من مئة في المئة كما رفع سعر الاعتمان والخصم ليصل إلى 79 من مئة في المئة خبراء يرون أن قرار البنك المركزي الذي يعد الأول منذ خمس سنوات يعبر عن سياسة انكماشية تهدف إلى تقليل السيولة والقوة الشرائية في السوق أملا في تراجع أسعار المنتجات أو الحلولة دون ارتفاعها كما رأى المراقبون في القرار محاولة لدعم الجنيه مع زيادة مساحة اكتذاب البنوك للسيولة المحلية بما يضمن إعادة توجيه القطاع المصرفي لهذه الأموال وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن استقر بحسب البيانات الرسمية عند ثمانية واثنين من عشر في المئة في شهر يونيو لكن من المتوقع أن يرتفع إلى خانة العشرات على مدى الأشهر المقبلة بسبب زيادات أسعار الوقود ويأتي القرار الأخير على الرغم انتحذيرات خبراء من أن رفع أسعار الفائدة سيزيد من عبء الدين الداخلي في ظل احتماد الحكومة على الاقتراض من البنوك لسد عجز الموازنة العامة للدولة اشتركوا في القناة